هذا هو القتال وهذه هي الرياضة كما قلت في السابق أنا مؤمن بنفسي أنا أعمل بجد وأنا مقاتل أنا عدواني ولكن لست عدوا لأوفيروم لا شيء شخصي بيننا وأنا لا أؤذي الناس نعرف ما يستطيع أوفيروم القيام به وأنا مستعد الصحفي ما هو أكبر اختلاف عن مواجهتكم السابقة هو عجوز الآن العمر يلعب دور كبير لا يمكننا إنكار ذلك العمر يلعب دور وهو لم يقاتل في كيكبوكسين منذ مدة طويلة وهو يعرف كيف يواجه الملاكمين على الأرض وهو رائع في ذلك وهو الأفضل في هولندا ولكن القتال في مواجهته فوق الحلبة سيكون قتال الكيكبوكسين وأنا أعرف كيف يواجه أوفيروم المقاتلين فوق الحلبة ستكون مهمة صعبة وسأريه الجحيم بيروم ما هو أكبر اختلاف عن مواجهتكم السابقة إنها مواجهة حياة أو موت لبادر هاري سيكون قويا هذه المرة مئة في المئة بالطبع هو دائما خطير جدا بادر ما هو ردك عليه أظن أنه محق لم يكذب لكن هذا هو حالي في كل معركة كل المقاتلين مثلي نعم إنها مواجهة حياة أو موت لكن سأفوز هذه المرة أنا متحمس وهو يعطيني حافز كبير لتدميره أنا أعيش المعارك مثل هذه معارك مثل هذه تدفعك لإعطاء كل شيء وتكون مستعدا للموت أنا مستعد للموت إذا كان هذا هو الثمن سأختبر عزيمته وشخصيته كيف تحافظ على الحافز وأنت لم تنتصر مؤخرا؟ لأن الحياة ليست فقط هو الفوز الحياة ليست فقط هي الفوز لديك خسائر وهزائم وانتصارات أنت تمرض وتصبح غنيا تخسر الأموال في الحياة تصاب بكل شيء المهم هو التعافي والمضي إلى أمام هذا ما يجعلك مقاتلا أما عني سأحارب إلا أن أعتزل لكني أشعر بالقوة وأشعر بالحماس أنا جائع وأنا أستمتع حقا بهذه الرياضة وأذهب إلى النادي بفرح أنا أشعر بشكل جيد هذه حياتي هذا هو أنا كل نزال هو صفحة وأنا لا أفكر في الاعتزال ترجمة نانسي قنقر